ما هو فضل صيام 27 رجب وليلة النصف من شعبان وهل هناك حديث عن الرسول يحس المؤمنين على صيام ذلك الأيام وهل صيام الأيام الثلاثة الأولى من شهر رجب أو شهر شعبان أو شوال وفضلها أكبر من مثيلاتها في الأسر الأخرى بخلاف الشهر هذا لا أصل إن بعضنا يزعموا أن 27 رجب أنها لديها في الإسرى والمعراض هذا لا أصلها والحجم الرهيدان غير سحيح فليس لها خصوصية وليس لصيام ثلاثة يام من أول رجب أو من أول شعبان أو من أول شوال خصوصية إنما شدع ثلاثة من كل شهر عام من كل الشهر يفرع المؤمن يصلي أن يصول ثلاثة يام من كل شهر لا فرق بين رجب وين كذلك ستة يام شوال يأشتر بها إيضا ستة يام شوال أما ثلاثة عامة من الشهر كلها أما تخصيص رجب أن يصال من 27 رجب أو ثلاثة من أوله أو ليس لنصف شعبان كقام وحدها هذا لا أصلها فيها حاجة غير صحيحة ليس لنصف شعبان ليس لكي صحيحة ولا يتمدع عليه بنا ترجمة نانسي قنقر شكرا